اشتركوا في القناة ومن خلال حلقتنا هيكون عندنا عدد من اللقاءات والفقرات المختلفة والتقارير سواء من داخل السوديو أو تقارير خارجية بالإضافة لفقرتنا الرئيسية اللي من خلالها نستقبل ضفتنا على الهواء مباشرة دكتور داليا أنور عبد الله دكتوراه في الصحة النفسية وهيكون الحديث عن مفهوم الوعي الذاتي في هذا اللقاء لكن دعا مش ممكن نقول أن ملحمة انتصار الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر يقتصر احتفال بيها خلال أيام شهر أكتوبر فقط لكن روح أكتوبر في الواقع بتكون موجودة معنا طول أيام السنة من المنطلق ده بنقدم لحضراتكم الحقيقة بعض الفقرات بعنوان شخصية أكتوبر أو شخصية من شخصيات أكتوبر القادة العظام اللي كان ليهم دور كبير وكمان في بعض الأحيان بيكون معنا ضباط أو أفراد حتى جنود من جيشنا العظيم اللي كان ليهم دور في حرب أكتوبر العظيمة النهاردة وفي فقرتنا شخصيات أكتوبر هيكون معنا شخصية المشير أحمد بدوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الأسبق وأحد قادة حرب أكتوبر استطاع مع فرقته عبور قناة السويس إلى أرض سيناء وندفع بقواته إلى عمق سيناء لخلخالة جيش العدو في أثناء ما سمي بين قوسين بالثارة هنتكلم فيها عن سبب تسميت شوارعنا خصوصا الشوارع الأثرية أو التاريخية اللي ليها حكايات وحواديد كتيرة هبدأ مع حضراتكم بشارع المغربيلين أو السروجية شارع الخيامية الإرابية السقايين كلها شوارع بتقع بجوار بعضها البعض المغربيلين سبب تسميت الشارع ده بالاسم ده أن الشارع ده كان بيسكنوا العطارين اللي بيشتغلوا في شغل العطار المختلفة وكانوا دايما علشان ينقوا بضاعتهم من الشوائب وكده بيغربيلوها يعني زي ما بنقول دي حاجة لازمة لشغلهم فبالتالي لما بيغربيلوا بضايحهم من الشوائب فسميت بالمغربيلين للإسم ده أما السروجية كانت مشهورة بصناعة كل ما يخص الخيول الحدوة والسرج ويعني كل مستلزمات الخيول فسميت بالاسم ده السروجية لكن هنروح معكم كمان لشارع معروف وشارع الخيامية طبعا ده معروف الاسم الخيامية جاية من الخيام كان يسكن هذا الشارع صناع الخيام وكمان كان مشهور شغل الإبرة وشغل الأماش والألوان والتصميمات الكتيرة ودي حاجة أهالي هذا الشارع تورسوها أبا عن جد والحمد للإرابية جاية من الإربة ومعروف طبعا إن كان اللي بيسكن في هذا الشارع الناس السقايين واللي بيستخدموا الإربة كانت بتتصنع من جلود الحيوانات علشان يعني يوزعوا المياه على البيوت وكانت هي دي الوسيلة الوحيدة لتوزيع المياه في ذلك الوقت وقبل كده كنا قلنا لحضراتكم إن كان بيبقى فيه اختبارات اللي بيشتغل سقا بيحمل الإربة المياه دي لأنها كان بتبقى تقيلة جدا النظافة والقوة والصحة والكلام ده كل هنروح معاكم لتاني فخراتنا برضو في نفس الإطار ده بركة الفيل بنسمع كتير قوي الاسم ده ودي منطقة وشارع موجود في القاهرة الأديمة بتعود قصته العهد الفراعنة كان بيعيش عدد من الفيلة في المنطقة دي والأهالي كان بيقدسوا الفيلة والأرض لما كانت بتجف بيصلوا فيها وبيطلبوا من ربنا نزول الماء وكان يعني عادة المطر بينزل فسميت بركة الفيل ده الاسم بالمناسبة بركة الفيل دي ده الاسم الشعبي الدارج لكن الاسم ربما التاريخي بركة الفيل يعني البيه بفتحة يعني بركة بركة الفيل بمعنى أن الأفيال اللي كانت موجودة دي كانت هي السبب في حلول البركة في المكان ونزول الماء لكن بمرور السنين ويعني الناس حولت الكلمة دي من بركة الفيل لأنها برضو تقيلة شوية لبركة الفيل عندنا كمان إيه في الموضوع ده طبعا الضرب الأحمر ده بقى مكان شهير جدا ومعروف جدا الأماكن اللي بقول لحضراتكو عليها دي كلها هتلاقوها في منطقة وسط القاهرة يعني في السيدة زينب عبدين في الأماكن دي الضرب الأحمر ده حي حي الضرب الأحمر من أقدم مناطق القاهرة التاريخية من الرائع أن احنا نعرف أنه بيضم 65 أسر إسلامي ومن أهم الأسار دي الجامع الأزهر الحي ده بيبدأ من بوابة المتولي وبيصل حتى شارع التبانة والمقريزي ذكره وسماه بحارة الينسية شارع أحمد ماهر ده برضو من الشارع الموجودة في المنطقة دي وشارع شهير جدا لكن احنا بنعرفه حاليا دلوقتي بشارع تحت الربع وبنفتح الراء الربع وشارع باب زويلة سابقا اسم المنطقة بيرجع تاريخه للحادثة الشهيرة مسبحة الألعة طبعا كلنا عارفين القصة دي بعد ما قتل الوالي محمد علي كل المماليك في الوقت ده وبيقال إن المنطقة امتلقت بالدم واستغراقت فترة طويلة للتخلص من أثاره عشان كده أطلق عليها الضرب الأحمر الحي ده له كمان قصة في المشاهير اللي خرجوا منه بنذكر منهم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والأديب يوسف السباعي والمينولوجيست محمود شوكوكو نحن معاكم عدد من هذه الأسماء للشوارع والأحياء والمناطق وهنصل لمنطقة موجودة في حي السيدة زينب العريق والجميل الحقيقة يعني الحي ده حي له عبق خاص كده وكمان أهله ليهم مميزات خاصة بيهم وبيحبوا جدا وتلاقي في هذا الحي يعني كل مستويات الشعب المصري وناس رائعة وجميلة وحتى بعد كده في ناس ربنا فتح عليهم جامد في حي السيدة زينب وتلاقيهم متمسكين بأنهم يعودوا في الحي وبأصولهم وتواجدهم في الحي ده ما يقدرواش يعيشوا في أي مكان تاني من المناطق الشهيرة المعروفة في حي السيدة زينب بالإضافة طبعا للمقامات والمساجد التاريخية طبعا على رأسها مسجد ستنا السيدة زينب عليها السلام لكن أنا بتكلم أني لا فيه أماكن تاني جميلة جدا وتاريخية وأسرية وفيه أماكن صعبة أماكن يعني الإهمال طالها في شكل كبير لسنوات يعني عد مش هتجيب آخرها من هذه الأماكن المكان المعروف سابق بتل العقارب وده اللي هنتكلم معاكم فيه شوية تل العقارب في السيدة زينب تعود التسمية في هذه المنطقة لأنها كانت منطقة يعني في الأساس منطقة جبانة منطقة مقابر وكان فيها يعني جبال وحاجات زي كده فانتشر فيها العقارب والتعابين بشكل كبير جدا عشان من مرة يعني الدولة أعلنت إن لأ إحنا لازم نتوقف عند المناطق الخاطرة دي لا يليق للمواطن المصري إن هو يعيش فيها فأصبحت منطقة تل العقارب اللي بقول لحضراتكم عليها إن هي منطقة كانت شهيرة بالعقارب والتعابين منطقة رائعة من أروع المناطق في جمهورية مصر العربية كلها وأصبح اسمها رودة السيدة إحنا تابعنا كلنا المشروع الرائع اللي تم في هذه المنطقة والنقلة الحضرية الكبيرة اللي كانت موجودة هروح معاكم بعد كده لمنطقة تشهرت باسمه حوش الغجر المنطقة دي برضو من المناطق اللي كانت موجودة خلف صور مجرى العيون مكان يعني مغمور حتى على الخريطة ما تعرفش توصل هناك السبب إن كان القبائل الغجرية اللي كانت بتضطرد من مناطق قامتها كانوا بيجوا هاربين إلى القاهرة وبيحاولوا الاختفاء فترة وكانت المنطقة دي هي اللي بتجمحهم أو هم اختاروا المنطقة دي لأنها منطقة صعبة الوصول إليها ومن أشهر القبائل اللي كانت بتسكن في هذه المنطقة قبيلة النور والحلب والشهر بقراية الودع والرأس والتجول وغيرها من أنشطة الغجر في التوقيت ده الغجر اللي كانت بتسكن في حوش الغجر في صور مجرى العيون لكن الأمر كمان دلوقتي اختلف بعد تطوير المنطقة دي حضاريا بشكل كبير هنروح لمنطقة تالية وهي ضرب اسمه ضرب المهابيل سميت هذه المنطقة بهذا الاسم نتيجة وجود المحلات اللي بتبيع البوزة البوزة ده كان يعني مشروب معروف قديما وكان بعض الناس بيقبلوا عليه وكان المشروب ده بيسبب السكر للشخص اللي بيشربه بالتالي أطلق الناس أنه ده ضرب المهابيل حي شعبي بيتبع اسم عبدين إداريا وجغرافيا أقرب لاسم الموسكي بيقع ما بين شارعي محمد علي والشارع عبد العزيز في منطقة العتبة وطبعا يعني آه معروف بالاسم ده لكن خلاص سبب التسمية زال أخيرا بنسمع كلنا لما بنحب نشتري حاجات كهرباء نجف حاجات من هذا القبيل يقول لك على طول عليك وعلى ضرب البرابرة سميت بهذا الاسم نتيجة نوعية سكانها من البرابرة سواء الجايين من بعض الدول أو اللي بيتصرفوا بتصرفات بتشبه تصرفات البرابرة بيتصف كان أهالي الضرب ده حلهم المادي البسيط للغاية وكان بيشتغلوا عادة البرابرة عند الأغوات أو أهالي حي ضرب الأغوات واللي بيسكنوا رجال البلاط الملكي في ذلك الوقت من موضوع الشوارع والأسماء والضروب وكده هنروح دلوقتي دايما كمان بيبقى معنا من خلال حلقتنا ذكرى ميلاد أو وفاة واحد من الفنانين اللي ليهم بصمة في حياتنا وبنفتكرهم ومن نهارده يوم اتنين حداشر بيحل ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي حسن كامي فنان أعتقد أنه بصمة صعبة أنها تتكرر ممثل مطرب أوبيرا تحس كده أنه حاجة رستقراطية فاخرة حسن كامي على لصانس الحقوق في جامعة القاهرة انتقل بعدها لمعهد الكونسرفتوار لأنه عشق الأوبرا بعد ما دخلها وعمره 11 سنة كان بيرغب أن يكون مغني وخصوصا مغني في الأوبرا حصل على الدراسات العليا في إيطاليا وحصل على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي في إيطاليا وطبعا غنب في الأوبراات سواء الأوبرا المصرية أو دور الأوبرا العالمية بالإضافة لكده يعني بعض المخرجين شافوا فقدي أنه هو ممكن يكون شخصية لها يعني تواجد على الشاشة فشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام بنذكر منها صايع بحر بوبوس وغيرها ومن أشهر المساسلات أنا وأنت وبابا في المشمش والعراف والخواج عبدالقادر وأميرة في عبدين رجعنا لحضراتكم وهنسترد معاكم أهم عنوين صحافتنا المصرية الصادرة الصباح اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 وهبدأ معاكم من موقع أخبار مصر الرئيس السيسي يعقد اجتماع لمتابعة جهود تلبية احتياجات المواطنين بالقطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي من جريدة الأهرام وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنفاذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بشكل فوري من أخبار اليوم وزيرة التضامن 22 مليون مستفيد من تكافل واكة راما بميزانية 36 مليار جنيه سنويا وهننتقل معاكم لأخبار اليوم مصر تفرض إراداتها مجددا الدولة المصرية تعيد فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لنقل المصابين من غزة إلى المستشفيات المصرية والرعاية الأجانب يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي على السماح بخروجهم من القطاع من اليوم السابع متحدث الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحي للمصابين في غزة عودة إلى موقع أخبار مصر وزارة الصحة تخصص 40 سيارة إسعاف داخل معبر رفح لنقل الفلسطينيين المصابين من اليوم السابع رفع الساعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابي غزة تفاصيل أكدت وزارة الصحة والسكان أن تجهيزات المستشفيات في محافظة شمال سيناء على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع الساعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة نروح للمصر اليوم قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الثانية انطلقت إلى معبر رفح مساء الأمس من اليوم السابع الوطنية للتدريب تطلق مرحلة جديدة من برنامج المرأة تقود في المحافظات التفاصيل أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال هذا الأسبوع مرحلة جديدة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية في عدة محافظات وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقاليوبية في ضوء خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليعم البرنامج كافة محافظات الجمهورية ذلك بالشراكة مع عزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية بعض أخبار الرياضة محمد صلاح ينافس رباعي الأهلي على جائزة لاعب العام في إفريقيا ينافس كوكبة من النجوم في مقدمتهم رباعي الأهلي محمد الشناوي محمد عبد المنعم ومحمود كهربا بالإضافة إلى رياض محرز مهاجم أهل جدة وساديو منين نجم النصر السعودي كما شهدت القائمة تواجد فيكتور أوسمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا والسوداسي المنتخب المغربي ياسين بونو وأشرف حكيمي وسوفيان أمر عبط وحكيم زياش وعزيز الدين أناحي ويوسف النصيري ويحيى جبران نجم الوداد المغربي طبعا يعني كلنا تابعنا مبارح مباراة قبل النهائي ما بين النادي الأهلي وبطل جنوب إفريقيا والأهلي زي ما شفنا مبارح لعب كويس جدا لكن النتيجة كانت تعادل وبالتالي خرج الأهلي من قبل النهائي الحقيقة كان الحظ بيعاند النادي الأهلي بشكل كبير واضح جدا بداية من أول عشر دقايق وضيع ضرب الجزاء للنادي الأهلي كانت كفيلة بتغيير دفة المباراة بشكل كبير التوفيق وعدم التوفيق كان الحقيقة ظاهر جدا يعني الشرط الأول لما يكون فيه يعني أكتر من ثلاث كرات في العرضة بشكل أو بآخر ضربات جزاء أخرى أو بالأحرى ضرب الجزاء أخرى واضحة جدا لم يحتسبها الحكم العديد من يعني الظروف كانت ضد النادي الأهلي مبارح لكن كمان تأكيدا كان هناك عدم توفيق لبعض مفاتيح اللعبة في النادي الأهلي قدت في النهاية إلى يعني الآلاف المؤلفة عشرات الآلاف من جمهور النادي الأهلي اللي ملأ أستاذ القاهرة على آخره مبارح أكتر من خمسين ألف متفرغ جرواحه ومبارح وهم يعني طبعا حزانة لخروج النادي الأهلي أخيرا أخبار الطقس شبورة كثيفة بتصل حد الضباب اليوم وأجواء مائلة للحرارة درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة والمحافظات القاهرة تلاتين درجة العظمى والصغرى اتنين وعشرين اسكندرية تمانية وعشرين عشرين مطروح سبعة وعشرين تسعة عشر سوهاج تلاتة وتلاتين عشرين قنى أربعة وتلاتين اتنين وعشرين وأخيرا أسوان العظمى خمسة وتلاتين درجة والصغرى تلاتة وعشرين درجة باستعراضنا لدرجات الحرارة وأحوال الطقس بنكون وصلنا لختام هذه الجولة الصباحية السريعة فاصل هنرجع لحضراتكم